موسيقى شوف رمضان حبيبي هاهاها بزاك يا شيف عامل ايه؟ تمام الحمد لله كله حمد؟ تمام الحمد لله فطيرة عيدة الحركة اللي بتعقدني دي دي انت اتعلمت الحركة دي فقد دي يوم حركة بتعلمتها في سنتين سنتين عشو تعلم الحركة؟ سنتين لو انا كنت جاي فاكر ان هعرف اعملها في سانية لا طبعا هتأكلني ايه النهاردة؟ فطيرة عيدة دي جايبانة القاهرة مخصوص تصور هنا هأكلك ان شاء الله فطيرة بالسجوء ماشي بالجبن اللي هي شدر ومنزر الله طيب يلا نفضل ده السجوء حط كده على عجينة انت بتعمل كم فطيرة في اليوم؟ مثلا خمسين وبتاكل فطير بعد كل ده عشان وقفتك فوم المهار عند الفطير مع لا طبعا مبادة الفطير تاكل طباخ الفطير بيدو طبعا بديك فلفل طماطم جبن ونزر الله كده بنأخذ الفطيرة بس هنا بتعمله اكل كتير غير الفطيرة انا خدت بالي من المانيو في اكل وعصاير وفي حاجات كتير قوي بس الناس دايما بتحب تيجي تاكل الفطيرة دي ده اللي احنا سمعناها عن عيدة هالي وتعد دي ايه دي في الفرن يا شيف؟ تعد ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة في انتظار الفطير أوبا يا شيف الله ايه يا عيني؟ الله عليك يا شيف دلوقتي بنحط سامنة عشان نلم على الوش وبعد كده تقطع بشكلها جاي منفعل وإيه فكرة البطاطس اللي على البطاطس دي شكلها له مع الفطيرة كمان بتبقى طعمها لز من اي حاجة تاني حلو اوي اوي هندوق ونقولك يا شيف رمضان ان شاء الله ده عجب حضرتك تمام فرس سعيدة بستاذ حبيبي ازايك عامل ايه؟ نمرأ انا الحمدالله انا ببركلك مبدايا ويعني بحقييك على اختيارك للكورنر والمكان ده في مصر الجديدة بجد ايه عجبك المكان جدا 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 اللوكيشن في مصر الجديدة يعني فام في قلب مصر الجديدة بس اوبن اير في مصر الجديدة برضه مش حتة سهلة انك تلاقي الموضوع ده قوي نا في بس العمرات والكلام ده بس فام يعني بصد كل محس نبدا يعني جوبة داون تاون بتاعة مصر الجديدة بالزبط ما ده اللي احساس بيجب استعرف الناس للمصر الجديدة برضه اه لا 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 اه لا لا ناس تانية اكد مشك عليك 15 سنة انت في البزنس ده بالزبط اه وصلنا العيدة دلوقتي وصلنا العيدة احنا صورنا عندك الفطير بس انا عارف ان المانيو فيه حاجات كتيرة او اكتر من جده فيه حاجات كتيرة او فيه عندك حاجات موسويل اجبشن فيوجن كوزين الفطيرة دة بالزبط deck اوكي احنا نرك� игр احنا ان الحاجات خارجية دخلت عليه انجليدين سانية دخلت عليه شكل تاني ابتدأ ان هو يختلف بصوف الاخر انت هكوله فتير هو مش فتير على قد ما هو فتير يعني نوعت في كل الحشو بتاعه كزا ما اقوله انت شايف بيزنس الاكل في مصر والكوفي شوبس دي حاجة نكحة جداً لاتلي بص هي حاجة نكحة وفي نفس الوقت فالسنت لازم تشوف اني يميزك بالزبط ما ده كان السؤالي ده السؤال التاني هم هتيجي تبتح تعرف انت عايش تعمل ايه اه ومين بيعمل ايه وانت هتختلف عنه ازاي ما اختلفتش عنه مش هتوقع تجيل في المرحب تمام تمام يعني اه اهلا 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 مزاجة خالصة عنا كامل واستاذ حبيبو ملاتش ده عبية خالص انا عام مستاني في تزيب السوق مرسيها شيف خالد فاهم يعني هو احنا شعب طبعاً بنحب الاكل وبننزل طول النهار بنأكل ما كيش حاجة اكتر من كده بنعملها وشعب حتى محب الخروب في اي وقت لازم هينزل الشتاء هينزل حرة هينزل ما يقدرش قاعدة البيت طب يستعملش قاعدة البيت تمام بس لازم دايماً تعرف في البيزنس اه ايه اللي هيميزك وايه اللي هتعمله يختلف عن الاخرين طب انت شايف انا ايه اللي ميزك عن الاخرين انا اللي ميزك من وجهة نظرك يعني اختياري اختياري النوع الاكل اللي هو كلنا بنعمل اكيد اكل مصري وكلنا عارفين الاكل مصري حلوة 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 جداً بالله انا والكتر و ايه اللي متميز عندك تاني المينيو كله في حاجات كلها يعني غيرت دخلت السجوء ودخلت البصرمة ودخلت في الفطار بداعنا بس باردو غيرت بشكل كبير انا عملت فيتزا بازبوسة انا اسمعت جو عندي ده الحل وعندك مش فيتزا بقى عندك فطيرة بازبوسة فطيرة بازبوسة اه زي ده مش فيتزا زي فطيرة بازبوسة اللهي قولتها وكلتها جامدة جداً اه بتقضي على الانسان انا بتقضي فهم بتقضي ده ممكن تليف مصري جديدة عشان تحرع طيب احنا اتكلمنا كتير وانا عايز اكل بصراحة مرسي جدا ان انت استدفتنا هنا النهاردة وده مكان جميل وانا بردو مبسوط بان احنا عادينا اوتدورز كده في مصر الجديدة وحاجات اسرية حوالينا هنا مبروك على عيدة اتمنى ان احنا نيجي صور عندك تاني بس يالله خلاص بتارثة بس اعمل انت مانيو تاني بقى اوقت غير في المانيو كده عشان نقول نجينا الكل شوائي مرسي استيس حميد باي 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 مرسي